للشعر حضوره وتاثيره في المجتمعات القبلية والمدنية إلا أن رمزيته أكثر فاعلية في المجتمع القبلي خصوصا في محافظة المهرة أقصى شرقي البلاد التي لا تزال تحافظ على تراثها المجتمعي المرتبط بتاريخها وعراقتها منذ القدام رسائل ومواقف كثيرة تتبادلها القبائل مع بعضها في حال حدوث الخلافات أو النزاعات البينية أو للتعبير عن انتمائها القبلي والوطني كحال الشاعر المهري تمام سعد كدة الذي أزدارت موهبته منذ الصغار نظرا لإهتمام والده بالجانب الثقافي وحثه مع أقرانه لتطوير مهاراته في الإلقاء والشاعر على حد سواء نشأت في أسره شعرية نتوارث الشعر جدي رحمة الله عليه جدي ضويمر يقول من اللي ما يقول الشعر من أحفادي فهو ليس حفيدي مشكوك في نسبه رحمة الله عليه أبو والدي رحمة الله عليه سعد ضويمر كان أول مدير ثقافة في محافظة المهرة وأول كاتب على الآلة الكاتبة في محافظة المهرة ورغم التهجير القصري الذي تعرضت له أسرته قبل تحقيق الوحدة إلى خارج البلاد إلا أن تمام عاد بعد ميلادها بأيام واستقر بالمحافظة المرتبطة بروحه ووجدانه وبهذا المنقز التاريخي والمكتسب الوطني الذي أنهى معاناته ولما شمله وكفل له حق العودة إلى أرضه سالما مكرمة أنا من أبناء محافظة المهرة أقصى الشرق لليمن ولكنني كنت مهجر قصريا من اليمن بحكم أن والدي ثقافي وكانت سياسة حينها ترفض ما يقول عدت لليمن مع بداية الوحدة عدت لليمن في 24-5-1990 ما رأينا الحياة إلا من 22 مايو ومن كان موجود في المهرة قبل 22 مايو عام 1990 يعرف هذا الشيء فلا تلومونا في عشق هذه الوحدة وسنتشبث بها وسنبقى عليها بإذن واحد أحد وسنوصي أبناءنا مثل ما من يوصي أبناءه بالتشري والتشردم سنوصي أبناءنا بالوحدة ارتباط أعزز من شغفه وزاد من انتمائه وتفجر قريحته في كتابة القصائد الوطنية والتي باتت تحضر بالمناسبات والاحتفالات كغيره الكثير من الشعراء المهريين الذين برزت مواهبهم لتصبح محل اهتمام وتأثير أمتد إلى كابة ربوع الوطن ردني يا هاجس الليلة مع بحر السياسة ردني يا هاجس الليلة مع أهل السياسة ليهواجسهم بكوم وباقي الدنيا بكوم وسعفيني يا حروف الشعر وتعدي الحراسة ودي أكتب حرف شرح وحرف مدح وحرف لوم وحذري عن ما تحرم في عوايدنا مساسة لا يجرك يا حروفي درب ما يقضي لزوم شفت في دنيا السياسة سوق تقنيها الفلاسة فكر وهداف ومبادي دا يبيع ودا يسوم لأنهم ظنوا السياسة نهج ما يقبل دراسة يا لساني اللي أفاخر به زماني واتميز به على كل الخليقة من تنكر لك لقى السبع المثاني دامغ هل عروبتك أصدق وثيقة لك ومنك وفيك متراسخ كياني يا ذهب موروث لي وعشك بريقة في لجوجك أرتج البوح المعاني وفي فجوجك اختزر روح الحقيقة من حدود الدم برهاف السناني لين حد الكحل بعيون العشيقة الاكتراكيب وبيان وحس ثاني في التراجم ما لها وصفة دقيقة كل منه لجل حزبه قدر ما شعبه داسه بايدوس الحزب بكرة لجل تمرير الختوم آه يا ضيق النظر كم فيك من جرم وشراسه والمفاهيم العقيمة أسقط الديرة سموم حديعاهد ثم يخلف لجل يتهنى بكاسه نشاط وحراك ثقافي وأدبي لم يتوقف هنا بل واصل تمام مسيرته في خلق الوعي القبلي وحث أبناء قبيلته وقبائل المحافظة عانى التخلي عن العادات السيئة كظاهرة الثارات إلى جانب قصائده السياسية والاجتماعية التي تعبر عن آلام وأوجاع البسطاء وهموم وتطلعات اليمنيين ككل أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرى شكراك ترجمة نانسي قنقر شكراك ترجمة نانسي قنقر نهاية قنقر شكراك ترجمة نانسي قنقر